لو انت من عشاء العملات القديمة فخلينا اقولك ان بقى معك سروة وكنزة تخليك مليونير فيطر ايه هو سر العملات القديمة وليه الناس بتحب تشتريها بمبالغ كبيرة وهل كل العملات القديمة ينفع تتبع لهواك جمع العملة والاوراق النقدية القديمة بالالف المفاجأة عزيز المشاهد ان دلوقتي تقدر تعمل سروة كبيرة لو دورت في الحاجات القديمة اللي عندك ولو لقيت عملة نقدية مثلا من ايام الملك فاروق يبقى انت تفتح لك طاقة الادر وتقدر تبيع الوراق الوحدة باربعين الف جنيه اصل العملات القديمة بقت سروة وهوس لناس كتير عند هواية جمع النقد القديمة زي هواية جمع الطابع البريدية والانتيكات وعلى فكرة الحاجات القديمة دي لها اسواق وسع حوالين العالم كله لان في كل مكان في ناس بتاعش اتلم والجمع القديم في اي حاجة وعلشان كده ظهرت مواقع وقاعات عرض ومزادات في العالم كله لبيع وشراء اي حاجة قديمة لان القديم منها يعني تاريخ انتو بتزيد يوم بعد يوم وناس كتير مهوسة بجمع والاحتفاظ بيها بالمقتنيات الاسارية والتقاف الفنية ذات القيمة الكبيرة ولو انت بتحب تجمع العملات النقدية المصرية ففي مفاجأة صر للمهتمين بالموضوع ده وهي زيادة الطلب على العملات القديمة اللي صدرت في عهد الملك فاروق واللي عليها طلب كبير جدا في الفترة الحالية بسؤل عملات القديمة واللي صدرت في عهد الملك فاروق واللي بيختلف سعر كل عملة على حسب نظرتها وحالتها وبيكون سعر العملات الورائية القديمة هي الاغلى بسبب اللي توجودها وهلكها السريع مقابل مسئلها المعدنية فلو معك عملات الشيلين والبريزة الصادرة في عهد الملك فاروق فانت محدش قدك يا سيدي لان معاك كنز بيجري وراه هو وطجار المقتنايات السمينة في سوق العملات القديمة ووصل سعرها الى 40 ألف جنيه على حسب حالتها وكمان عملة البريزة وصل سعرها الى 40 ألف جنيه بشرط يكون مكتوب على العملتين الشيلين والبريزة كلمة الدولة المصرية وحسب برصة العملات القديمة وصل سعر بعملة ريال السلطان فوقت في الأيام الأخيرة 80 ألف جنيه أيوة زي ما حضرتك سمعت كده 80 ألف جنيه في ورقة واحدة بشرط يكون تاريخ صدوره 1920 ومكتوب عليها اسم السلطان فؤاد فتخيل كده لو معاك ميت ورقة انت دخلت نادي المليونرات من بوابة السلطان فؤاد طيب حد ممكن دلوقتي يجي يسأل لو معاهل عملات اللي قلنا عليها ممكن يعمل ايه شوف يا سيدي في صفحات معتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي بتبيع وتشتري العملات دي وبيبقى حسب الاتفاق على الخاص وبتقابل المندوب اللي بيفحص العملة وحالتها دلوقتي وبيتم بعدها الاتفاق على السعر واللي بيتم تحول بأي شكل على حسب صاحب العملة وفيه كمان كتير من المزادات زي السوق الإلكتروني العالمي لعرضوا بها العملات الأديمة والتحف والأنتيكات من مختلف البلدان بمختلف أنواعها ومن ضمنها العملات المصرية الأديمة وكل ما العملة كانت أديمة وبحالة كويسة كل ما سعرها بقى في العالي وعلى فكرة مش بس العملات الأديمة اللي ممكن تبيعها في موقع البيع على موقع التواصل لأن أي حاجة أديمة ولها أهمية تاريخية ينفع تتباع وهتجيب مبلغ محترمة على موقع البيع والشراء المحلية وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال خاصية الماركت الموجودة بالموقع أو الجروبات الخاصة ببيع وشراء العملات الأديمة والنادرة وقبل ما تبيع أي حاجة اسأل على تمنها أو إمتها المادية في أكتر من موقع وجروبات علشان ما يندهكش عليك وتقدر دلوقتي تدور على أي عملة أديمة واتبعها والبركة في الملك فاروق